جزء أهم جدا من خطة زيلينسكي للنصر هو كورسك كورسك هذه المنطقة أو المحافظة الروسية التي يريد زيلينسكي أن يستخدمها كورقة ضغط أثناء المفاوضات الأرض مقابل الأرض والسلام مقابل السلام ولذلك شن الجيش الأوكراني في السادس من أغسطس الماضي هجوما مفاجئا من منطقة سومي على منطقة كورسك منطقة كورسك التي نشاهدها هنا هي منطقة عاصمتها مدينة كورسك التي تبعد 120 كم من الحدود القوات الأوكرانية سيطرت على عدد كبير من البلدات ولو أن هذه المنطقة لا يوجد فيها مدن كبرى إلى أن عدد كبير من هذه البلدات وقعت تحت السيطرة الأوكرانية الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال بأن أكثر من 1300 كم مربع في هذه المنطقة وقعت تحت السيطرة الأوكرانية بينما قالت الاستخبارات البريطانية بأن الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا لا تتجاوج 770 كيلومترا إذا نظرنا إلى هذه الأراضي نشاهد بأن 3% من أراضي محافظة كورسك وقعت تحت السيطرة الأوكرانية ما نشاهده هنا داخل الخط الأخضر هي الأراضي التي كانت تحت السيطرة الأوكرانية في شهر أغسطس الماضي في البداية الجيش الروسي حاول وقف وإحاطة هذه القوات الأوكرانية ولم يقوم بهجوم مضاد إلى غاية منتصف شهر سبتمبر كان هجوم مضاد محدود لكن في نهاية المطاف الجيش الروسي عاد وشن هجوما أقوى في العشر من أكتوبر الحالي الآن القوات الروسية استرجعت كل هذه الأراضي والآن المعارك هي وأيضا هنا من جهة بوركي والمعارك الآن هي تجري قرب مالايا لوكنايا وفي هذه المناطق وأيضا باتجاه بوركا إذن البلدة الكبيرة في هذه المنطقة وإذا استلح أن نسميها ببلدة هي أربعة ألاف نسمة هي منطقة سوجة هنا تتحسن القوات الأوكرانية بشكل كبير المنطقة هي منطقة غابية لكن حسب المصادر الغربية أوكرانية الآن تسيطر على نصف المساحة التي دخلتها في كورسك والحديث هنا عن أربعمائة كيلومتر مربع إذن هذه الأراضي القوات الروسية تقوم بعملية دقيقة تختلف عن الاستراتيجية المستخدمة داخل الأراضي الأوكرانية ليس هناك قصف مكثف ليست هناك قنابل ذكية بالشكل الكبير العملية هي عملية دقيقة تهدف لإلحاق أقل ضرر بالبنية التحتية بينما تم إجلاء كل السكان من هذه المنطقة إذن ليان كورسك الهدف منها هو مقايضة الأرض بالأرض ولكن التحدي هو المحافظة على كورسك إلى غاية انعقاد المفاوضات